إذن فضح جرائم الرشوة أصبح اليوم ممكنا وميسرا وزارة العدل والحريات اتخذت مؤخرا مجموعة من الإجراءات والتدابير لمحاربة هذه الظاهرة ومن بينها وضع رقم أخضر وموقع إلكتروني من أجل التبليغ عن الرشوة والحد من تفشيها في البلاد وللمزيد من المعطيات حول هذا الموضوع يسعدني أن نستضيف مباشرة في الاستوديو المحلل السياسي الأستاذ دريس قصوري سيدريس مرحبا بك أهلا وسهلا يعني أولا إذا أردنا أن نقدم تعريفا أو نقرب أكثر المواطن من مفهوم الرشوة ماذا يمكن أن نقول في هذا الصدد سيدريس؟ بالنسبة لي يمكن أن أقول بأن الرشوة هي تبادل منفعة بين الطرفين أو عدة أطراف سواء بشكل مباشر أو غير مباشر وفي ظروف معينة سواء كانت تضغط والإكره أم لا وهذا تبادل منفعة يتم ضد كل ضوابط وقيم وأخلاقيات النزاهة أولا ثم بعد ذلك ضد كل قواعد وقوانين وإجراءات وتدابير الشفافية ويحدث في بعض الأحيان بعيدا عن الرقابة وعن المساءلة ولا يخلو هنا أن تكون الرشوة سواء عبارة نقدية أو أن تكون عبارة عن هدايا أو عن تحفيزات أو تعيين أو توظيف أو ترقية أو ما إلى ذلك من تبادل المصالح بالشكل من الأشكال طيب يعني أستاذ قصوري أين تكمن خطورة الرشوة في أي مجتمع كان؟ بالنسبة لي خطورة الرشوة اليوم لا تكمن في مجرد تدمير الاقتصاد أو عرقل التنمية أو تقدم أو تطوير أو تحديد بلد وإنما تدمر الحياة برمتها لأنها تفقد التقة الناس والمجتمع في المؤسسات وتفقدنا أيضا احترام المهن وتفقدنا كذلك احترام قدسية بعض المهن مثل القضاء والتعليم مثلا كما أنها تداب بعيدا في عرقلة القواعد الدستورية والقانونية كالعدالة والتوزيع العادل للخيرات والمساواة وتكافؤ الفرص وتداب بعيدا إلى تهديد الاستقرار الاجتماعي للناس عامة فضلا عن تقليص فرص المشاركة السياسية والاجتماعية والمدنية طيب لمحاربة جرائم الرشوة ووزارة العدل والحريات وضعت مجموعة من التدابير والإجراءات من بينها وضع رقم أخضر لمحاربة هذه الظاهرة برأيكم هل هذا هو الحل الأنجح لمواجهة أو للحد من ظاهرة الرشوة؟ بطبيعة الحال هذا لن يكون هو الحد الأنجح وإنما هذا تدبير من التدابير لتعزيز حاجة وفاعلية الدولة والسياسات العمومية لمزيد من محاربة الرشوة فالمشكل مشكل مجتمعي وبالأساس ليس مشكل قانوني أو مجرد إجراءات وإنما تأتي مسألة النزاهة في قمة الأولويات لأن النزاهة ترتبط بالصدق والمصداقية وبعدم الكذب وبعدم الرشوة وبكل هذه الأمور وبرفع وليس تدني الأخلاقيات وإنما برفع درجة الأخلاقيات ولهذا يلزم أن تسير النزاهة جنبا إلى جنب مع الشفافية بل وفي نظري لا بد أيضا إذا كنا نقول هذا يلزم أن تكون هناك سياسة جنائية متلى في معاقبة المسؤولين وكبار المسؤولين حتى تكون المسألة فيها عبرة ولا سيما الذين يوجدون في موقع القرار والمسؤولية طيب يعني هل تكفي التدابير والإجراءات القانونية تكفي لوحدها يعني لوضع حد لتفشي هذه الظاهرة ظاهرة الرشوة هذه التدابير كما قلت لا تكفي لوحدها هناك قوانين كثيرة بالنسبة للمغرب تجرم الرشوة وغيرها من منظومة الفساد ولكن ما ينقص هو التحلي بحد أدنى على الأقل من سلوكات العمل ومدونات المهن ومن الأخلاقيات التي تعطي جدارة العمل واحترام المسؤوليات والصلاحيات والمرافق طيب يعني أستاذ قصوري انطلاقا من كل هذه المعطيات التي ذكرتموها الآن كيف يمكن إقناع الناس بعدم التعاطي للرشوة في نظري لابد أن نعود إلى شيء كان من أصولنا ومن مكتسباتنا في الماضي كان هناك تعتبر الرشوة ومثلها من منظومة الفساد تدخل ضمن الجريمة أو ما يسمى بالخطيئة وشيئا فشيئا كان هناك محاولات لشرعنة الرشوة وغيرها وتبريرها فلابد أن نعود لتجريم الرشوة على مستوى الفرض والجماعي والسياسي وفي كل مناحي العمل ولابد من خوض معركة النزاهة والشفافية جنبا إلى جنب وهذا يحتاج إلى تغيير جدري في الوعي الاجتماعي وتغيير العقليات وبالتالي الدهب بعيدا نحو النزاهة وفي هذا السياق يعني في هذه النقطة بالذات يعني في ظل الثقافة السائدة لدى المجتمع طبعا لدى المجتمع إزاء موضوع الرشوة هل برأيكم سيتجاوب المواطن مع الحل المقترح من قبل وزارة العدل والحريات والمتمثل في الرقم الأخضر؟ والموقع الإلكتروني أيضا أنا في نظري هذا مجرد عملية نحو الأمام رمزية وضعتها الوزارة رهن إشارة جميع المواطنين من أجل تفعيل الرقابة الشعبية ولكن كي تفعل هذه الرقابة الشعبية التي تحمل فيها المجتمع المدني مسؤوليته وأعطيت له الآن المسؤولية لا بد في هذه المسألة من شيء أو من كثير من الإرادة والجرأة والصبر في خوض هذه المعركة وفي تكسير الصمت المزمن والمصالحة أيضا مع الرشوة وبالتالي هذا يلزم تغيير التقافة وجرأة لتحلي بتقافة مغايرة وليس تقافة الصمت نعم وهذا ما نتمنى المحللة السياسية الأستاذ دريس قصوري شكرا جزيلا لك على كل هذه المعطيات والإضاءات القيمة وشكرا لحضورك معنا شكرا لكم إلى هنا نأتي مشاهدين إلى ختام فقرات هذه الفترة الخبرية المسائية شكرا لكم لطيب المتابعة ولوفائكم دائما لقناتكم الوفية دائما لكم ميديان تيفي تحية وإلى اللقاء